أصل في معنى قوله تعالى وما تكرر في القرآن والحديث الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم واستغفارهم وبكائهم على ما سلف منهم وإشفاقهم وهل يشفق ويتاب ويستغفر إلا من شيء عظيم فأعلم وفقنا الله وإياك أن درجة الأنبياء في الرفعة والعلو والمعرفة بالله وسنته في عبادي وعظم سلطانه وقوة بطشه فيما يحملهم على الخوف منه جل جلاله والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم وأنهم في تصرف بأمور لم ينهوا عنها ولا أمروا بها ثم أوخذوا عليها وعوتبوا بسببها أو حذروا من المؤاخذة بها وأتوها على وجه التأويل أو السهوي أو تزيد من أمور الدنيا المباحة خائفون وجلون وهي ذنوب بالإضافة إلى علي منصبهم ومعاصم بالنسبة إلى كمال طاعتهم لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم فإن الذنب مأخوذ من الشيء الدني الرذلي ومنه ذنب كل شيء أي آخره وأذناب الناس رذالهم وكأن هذه أدنى أفعالهم وأسوأ ما يرجي من أحوالهم لتطهيرهم وتنزيههم وعمارة بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح والكلم الطيب والذكر الظاهر والخفي والخشة لله تعالى ويعظامه في السر والعلانية وغيرهم يتلوث من الكبائر والقبائح والفواحش ما تكون بالإضافة إليه هذه الهنات في حقه كالحسنات كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين أي يرونها بالإضافة إلى علي أحوالهم كالسيئات وكذلك العسيان الترك والمخالفة فعلى مقتضى اللفظة كيفما كانت من سهو أو تأويل فهي مخالفة وترك وقوله تعالى غوى أي جهل أن تلك الشجرة هي التي نهي عنها والغي الجهل وقيل أخطأ ما طلب من الخلود إذ أكلها وخابت أمنيته وهذا يوسف عليه السلام قد أوخذ بقوله لأحد صاحبي السجن اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين قيل أنسي يوسف ذكر الله وقيل أنسي صاحبه أن يذكره لسيده الملك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا كلمة يوسف عليه السلام ما لبث في السجن ما لبث قال مالك بن دينار لما قال ذلك يوسف قيل له اتخذت من دوني وكيلة لأطيلن حبسك فقال يا رب أنسى قلبي كثرة البلوى وقال بعضهم يؤاخذ الأنبياء بمثاقيل الذر لما كانتهم عنده ويجاوز عن سائر الخلق لقلة مبالات بهم في أضعاف ما أتوا به من سوء الأدب وقد قال المحتج للفرقة الأولى على سياق ما قلناه إذا كان الأنبياء يؤاخذون بهذا مما لا يؤاخذ بي غيرهم من السهو والنسيان وما ذكرته وحالهم أرفعوا فحالهم إذن في هذا أسوأ حالا من غيرهم فعلم أكرمك الله أن لا نثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم بل نقول إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا ليكون ذلك زيادة في درجاتهم ويبتلون بذلك ليكون استشعارهم له سببا لمن مات رتبهم كما قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وقال لداود فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وقال بعد قول موسى تبت إليك إني اصطفيتك على الناس وقال بعد ذكر فتنة سليمان وإنابته فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وقال بعض المتكلمين زلات الأنبياء في الظاهر زلات وفي الحقيقة زلف وكرامات وأشار إلى نحو ما قدمناه وأيضا فلينبه غيرهم من البشر منهم أو ممن ليس في درجتهم بمؤاخذتهم بذلك فيستشعر الحذر ويعتقد المحاسبة يلتزم الشكر على النعم ويعد الصبر على المحن بملاحظة ما وقع بأهل هذا النصاب بأهل هذا النصاب الرفيع المعصوم فكيف بمن سواهم ولهذا قال صالح المري ذكر داود بسطة للتوابين قال ابن عطاء لم يكن منص الله تعالى عليه من قصة صاحب الحوتي نقصا له ولكن استزادة من نبينا عليه السلام وأيضا فيقال لهم فإنكم ومن وافقكم تقولون بغفران الصغائر باجتناب الكبائر ولا خلافة في عصمة الأنبياء من الكبائر فما جوزت من وقوع الصغائر عليهم هي مغفورة على هذا فما معنى المؤاخذة بها إذن عندكم وخوف الأنبياء وتوبتهم منها وهي مغفورة لهم لو كانت فما أجاب به فهو جوابنا عن المؤاخذة بإفعال السهو والتأويل وقد قيل إن كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوبته وتوبته وغيره من الأنبياء على وجه ملازمة الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير شكرا لله على نعمه كما قال عليه السلام وقد أمن من المؤاخذة مما تقدم وتأخر أفلا أكون عبدا شكورا وقال إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي قال الحارث بن أسد المحاسبي خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام وتعبد لله لأنهم آمنون وقيل فعلوا ذلك ليقتنى بهم وتستنى بهم أممهم كما قال عليه السلام لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وأيضا فإن في التوبة والاستغفار معنا آخر لطيفا أشار إليه بعض العلماء وهو استدعاء محبة الله كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإحداث الرسل والأنبياء الاستغفار والأوبة والتوبة والإنابة في كل حين استدعاء لمحبة الله عز وجل والاستغفار فيه أيضا معنى التوبة وقد قال الله تعالى لنبيه بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فصل في فوائد القول بعصمة الأنبياء قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه ما هو الحق من عصمته عليه السلام عن الجهل بالله وصفاته أو كونه على حالة تنافل علم بشيء من ذلك كله جملة بعد النبوة عقلا وإجماعا وقبلها سمعا ونقلا ولا بشيء مما قرره من أمور الشرع وأداه عن ربه من الوحي قطعا عقلا وشرعا وعصمة عن الكذب وخلف القول منذ نباه الله وأرسله قصدا أو غير قصد واستحالة ذلك عليه شرعا وإجماعا ونظرا وبرهانا وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعا وتنزيهه عن الكبائر إجماعا وعن الصغائر تحقيقا وعن استدامة السهو والغفلة واستمرار الغلط والنسيان عليه فيما شرعه للأمة وعصمتي في كل حالاته من رضا وغضب وجد ومزح فيجب عليك أن تتلقاه باليمين وتشد عليه رض الضنين وتقدر هذه الفصول حق قدرها وتعلم عظيم فائدتها وخطرها فإن من يجهل ما يجب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يجوز له أو يستحيل عليه ولا يعرف صور أحكامه لا يأمن أن يعثقل في بعضها خلاف ما هي عليه ولا ينزهه عما لا يجب أن يضاف إليه فيهلك من حيث لا يدري ويسقط في هوة الدرك الأسفل من النار إذ ظن الباطل به واعتقاده ما لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم يحل بصاحبه دار البوار ولهذا محطاط النبي عليه السلام على الرجلين الذين رأياه ليلا وهم اعتكف في المسجد مع صفية فقال لهما إنها صفية ثم قال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا هذه أكربك الله إحدى فوائد ما تكلمنا عليه من هذه الفصول ولعل جاهلا لا يعلم بجاهله إذا سمع شيئا منها يرى أن الكلام فيها جملة من فضول العلم وأن السكوت أولى وقد استبان لك أنه متعين للفائدة التي ذكرناها وفائدة ثانية يضطر إليها في أصول الفقه ويبنى عليها مسائل لا تنعد من الفقه ويتخلص بها من تشغيب مختلف الفقهاء في عدة منها وهي الحكم في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وهو باب عظيم وأصل كبير من أصول الفقه ولا بد من بناء على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره وبلاغه وأنه لا يجوز عليه السهو فيه وإسمة من الكبائر والمخالفة في أفعاله عمدا وبحسب اختلاف في وقوع الصغائر وقع خلاف في امتثال الفعل بصت بياني في كتب ذلك العلم فلا نطول به وفائدة ثالثة يحتاج إلي الحاكم والمفتي في من أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأمور ووصفه بها فمن لم يعرف ما يجوز عليه وما يمتنع وما وقع الإجماع فيه والخلاف كيف يصمم في الفتية في ذلك ومن أين يدري هل ما قاله فيه نقص أو مدح فإما أن يشترئ على سفك دم مسلم حرام أو يسقط حقا أو يضيع حرمة للنبي عليه السلام ولسبيل هذا ما قد اختلف فيه أرباب الأصول وإمة العلماء والمحققين في عصمة الملائكة فصل في القول في عصمة الملائكة عليه السلام أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء واتفق أمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة كما ذكرنا عصمتهم منه وأنهم في درجات الأنبياء وحقوقهم والتبليغ إليهم للأنبياء كالأنبياء مع الأمم واختلفوا في غير المرسلين منهم فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي واحتجوا بقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبقوله وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وبقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وبقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وبقوله كرام برر ولا يمسه إلا المطهرون ونحوه من الآيات وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين واحتجوا بأشياء ذكرها للأخبار والتفاسير نحن نذكرها إن شاء الله بعد ونبين الأجهة فيها إن شاء الله والصواب عصمة جميعهم وتنزيه جنابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم ورأيت بعض شيخنا أشار إلى أن لا حاجة للفقه بالكلام في عصمتهم وأنا أقول إن للكلام في ذلك ما للكلام في عصمة الأنبياء من الفوائل التي ذكرناها سوى فائدة الكلام في الأقوال والأفعال فهي ساقطة هاهنا فمما احتج به من لم يجب عصمة جميعهم قصة هاروت وماروت وما ذكر فيه أهل الأخبار ونقلة المفسرين وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما فعلم وفقك الله أن هذه الأخبار لم يروى منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليس هو في شيء يؤخذ بقياس والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه وأنكر بعضهم قول بعض وأنكر أيضا ما قال بعضهم فيه كثير من السلف كما سنذكره وهذه الأخبار من كتب اليهول وافترائهم كما نصه الله كما نصه الله تعالى أول الآيات من افترائهم بذلك على سليمان عليه السلام وتكفيرهم إياه وقد انطوت القصة على شنع عظيمة وها نحن نحبر في ذلك ما يكشف عن غطاء هذه الإشكالات إن شاء الله فاختلف أولا في هاروت وماروت هل هم ملكان أو إنسيان وهل هم المرارب الملكين أم لا وهل القراءة ملكين أو مليكين بفتح اللام أو بكسرها أو بهم جميعا وهل ما في قولي وما أنزل على الملكين وما يعلمان من أحد هل هي نافية أو مجبة فأكثر مفسرين قالوا إن الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم السحر وتبيينه وأن عمله كفر فمن تعلمه كفر ومن تركه آمن قال الله تعالى حكاية عنهما إنما نحن فتنة فلا تكفر وتعليمهما للناس له تعليم إنذار أن يقولان لمن جاء يطلب تعلمه لا تفعلوا كذا فإنه يفرق بين المرء وزوجه ولا تتحيل بكذا فإنه سحر فلا تكفروا فعلى هذا فعل الملكين طاعة وتصرفهما فيما أمرابه ليس بمعصية وهي لغيرهما فتنة وروا ابن وهب عن خالد بن أبي عمران أنه ذكر عنده هاروت وماروت وأنهما يعلمان السحر فقال نحن ننزههما عن هذا فقرأ بعضهم وما أنزل على الملكين فقال خالد لم ينزل عليهما فهذا خالد على جلالته وعلمه نزهاهما عن تعليم السحر الذي قد ذكر غيره أنهما مأدون لهم في تعليمه بشريطة أن يبينا أنه كفر وأنه امتحان من الله تعالى وابتلاء فكيف لا ننزههما عن كبائر المعاصي والكفر المذكورة في تلك الأخبار وقول خالد لم ينزل يريد أن ما نافية وهو قول ابن عباس قال مكي وتقرير الكلام وما كفر سليمان يريد بالسحر الذي افتعلته عليه الشياطين واتبعتهم في ذلك اليهود وما أنزل على الملكين قال مكي هما جبريل وميكائيل ادعى اليهود عليهم المجيئ به كما ادعوا على سليمان فأكذبهم الله تعالى بقوله في ذلك ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابلة هاروت وماروت قيل هما رجلان تعلماه قال الحسن هاروت وماروت علجان من أهل بابلة وقرأ وما أنزل على الملكين على الملكين بكسر اللام وتكون ما إيجابا على هذا وكذلك قراءة عبد الرحمن بن أبزا بكسر اللام أي على الملكين ولكنه قال الملكان هنا داود وسليمان وتكون ما نفيا على ما تقدم وقيل كان ملكين من بني إسرائيل فمسخهم الله حكاه السمرقندي والقراءة بكسر اللام شاذة فمحمل الآية على تقدير أبي محمد مكي حسن ينزه الملائكة ويذهب الرجس عنهم ويطهرهم تطهيرا وقد وصفهم الله بأنهم مطهرون وكرام بررة ولا يعصون الله ما أمرهم ومما يذكرونه قصة إبليس وأنه كان من الملائكة ورئيسا فيهم ومن خزان الجنة إلى آخر ما حكوه وأنه استثناء وأنه استثناه من الملائكة بقوله فسجدوا إلا إبليس وهذا أيضا لم يتفق عليه بل الأكثر ينفون ذلك وأنه أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس وهو قول الحسني وقتادة وابن زيد وقال شهر بن حوشب كان من الجن الذين طردتم الملائكة في الأرض حين أفسدوا والاستثناء من غير الجنس شائع في كلام العرب سائغ وقد قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ومما ربوه في الأخبار أن خلقا من الملائكة عصوا الله فحرقوا وأمروا أن يسدوا لآدم فأبوا فحرقوا ثم آخرون كذلك حتى سجن له من ذكره الله تعالى إلا إبليس في أخبار لا أصلها تردها صحاح الأخبار فلا يشتغل بها والله أعلم الباب الثاني من القسم الثالث فيما يخصهم في الأمور الدنيوية ويطرأ عليه من العوارض البشرية قد قدمنا أنه عليه السلام وسائر الأنبياء والرسل من البشر قد قدمنا أنه عليه السلام وسائر الأنبياء والرسل من البشر وأن جسمه وظاهره خالص للبشر يجوز عليه من الآفات والتغيرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر وهذا كله ليس بنقيصة فيه لأن الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وخالق جميع البشر بمدرجة الغيارة فقد مريض عليه السلام واشتكى وأصابه الحر والقر وأدركه الجوع والعطش ولحقه الغضب والضجر وناله الإعياء والتعب ومسه الضعف والكبر وسقط فجحش أشقه وشجه الكفار وكسروا رباعيته وسقي السم وسحر وتداوى عليه السلام واحتجم وتنشر وتعوذ ثم قضى نحبه فتوفي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى وتخلص من دار الامتحان والبلوى وهذه كلها سمات البشر التي لا محيص لهم عنها وأصاب غير من الأنبياء ما هو أعظم من ذلك فقتلوا قتلا ورموا في النار ونشروا بالمناشير ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات ومنهم من عصمه الله عز وجل كما عصم بعض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الناس فلئن لم يكفي نبينا ربه يد ابني قمئة يوم أحد ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوتي أهل الطائف فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور وأمسك عنه سيف غورث وحجر أبي جهل وفرس سراقة ولئن لم يقي من سحر من الأعصم فلقد وقاه ما هو أعظم منه من سم اليهودية وهكذا سائر أنبيائه مبتلا ومعافا وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات ويبين أمرهم ويتم كلمته فيهم وليحقق بامتحانهم بشريتهم ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم لألا يضل بما يظهر من العجائب على أيديهم ضلال النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام وليكون في محني تسلية لأممهم ووفور لأجورهم عند ربهم تماما على الذي أحسن إليهم قال بعض المحققين وهذه الطوارئ والتغيرات المذكورة إنما تختص بأجسامه البشرية المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم لمشاكلة الجنس وأما باطنهم فمنزهة غالبا عن ذلك معصومة منه متعلقة بالملائي الأعلى والملائكة لأخذها عنهم وتلقيها الوحية منهم قال وقد قال عليه السلام إن عيني تناماني ولا ينام قلبي وقال إني لست كائئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وقال لست أنسى ولكن أنسى ليستنى بي فأخبر عليه السلام أن سره وباطنه وروحه بخلاف جسمه وظاهره وأن الآفات التي تحل ظاهره من ضعف نجوع وسهر ونوم لا يحل منها شيء باطنه بخلاف غير من البشر في حكم الباطن لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلبه وهو عليه السلام في نومه حاضر القلب كما هو في يقضته حتى قد جاء في بعض الآثار أنه كان محروسا من الحدث في نومه لكون قلبه يقضانا كما ذكرناه وكذلك غيره إذا جاء ضعف لذلك جسمه وخارت قوته فبطلت بالكلية جملته وهو عليه السلام قد أخبر أنه لا يعتريه ذلك وأنه بخلافهم لقوله لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وكذلك أقول إنه في هذا لحوال كلها من وصب ومرض وسحر وعرض وغضب لم يجر على باطني ما يخل به ولا فاض منه على لساني وجوارحي ما لا يليق به كما يعتري غيره من البشر مما نأخذ بعد في بيانه فصل في الرد على من طعن في حديث السحر فإن قلت فقد جاءت الأخبار صحيحة أنه عليه السلام سحر كما حدثنا الشيخ أبو محمد العتابي بقراءة عليه قال حدثنا حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن علي بن خلف حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى إنه لن يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله وفي رواية أخرى حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء ولا يأتيهن إلى آخر الحديث وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحور فكيف حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وكيف جاز عليه ومعصوم فأعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه وقد طعنت فيه الملحدة وتذرعت به لسخف عقولها وتلبيسها على أنثالها إلى التشتيك في الشرع وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في أمره لبسا وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل تجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوة عليه السلام وأما موارد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله وليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا وإنما هذا فيما يجوز تروؤه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها ولا فضل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان وأيضا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن وقد قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر ولم يأتي في خبر منها أنه نقل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله وإنما كانت خواطر وتخيلات وقد قيل إن المرار بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله لكنه تخيل لا يعتقد صحته لتكون بحمد الله اعتقاداته كلها على السداد وأقوال على الصحة هذا ما وقعت عليه لأئمتنا ما وقعت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع ما أوضحناه من معنى كلامهم وزدناه بيانا من تلويحاتهم وكل وجه منها مقنع لكنه قد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطائن ذوي الأضاليل يستفاد من نفس الحديث وهو أن عبد الرزاقي قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة ابن الزبير وقال فيه عنهما سحر يهود بن زريق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجعلوا في بئر حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكر بصره ثم دله الله على ما صنعوا فاستخرجه من البئر ورؤي نحوه عن الواقدي وعن عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحكم وذكر عن عطاء القراساني عن يحيى بن يعمر حبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة سنة فبينما هو نائم أتاه ملكاني فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه إلى آخر الحديث قال عبد الرزاق حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة خاصة سنة حتى أنكر بصره وروا محمد بن سعد عن ابن عباس مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبس عن النساء والطعام والشراب فهبط عليه ملكاني إلى آخر القصة وذكر القصة وقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجواريحه لا على قلبه واعتقاده وعقله وأنه إنما أثر في بصره وحبسوا عن وطء نسائه وطعامه وأضعف جسمه وأمرضه ويكون معنى قوله يخيل إليه أنه يأتي أهلا ولا يأتيهن أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء فإذا دنى منهن أصابته أخذة السحر فلم يقرر على إتيانهن كما يعتري من أخذ واعترض ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله وهذا أشد ما يكون من السحر ويكون قول عائشة في الرواية الأخرى إنه لا يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله أو ما فعله من باب ما اختل من بصره كما ذكر في الحديث فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه أو شاهد فعلا من غيره ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره وضعف نظره لا لشيء ترى عليه في ميزه وإذا كان كذلك لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسا ولا يجد به الملحد المعترض أنسا فصل في أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا هذه حاله في جسمه فأما أحواله في أمور الدنيا فنحن نسبرها على أسلوبها المتقدم إن شاء الله بالعقد والقول والفعل أما العقد منها فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع كما حدثنا أبو بحر سفيان بن العاصي وغير واحد سماعا وقراءة قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد بن عمروي حدثنا أبو سفيان حدثنا مسلم حدثنا عبد الله بن الرومي وعباس العنبري وأحمد المعقري قالوا حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكريمة حدثنا أبو النجاشي قال حدثنا راشع بن خديج قال قديم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة هم يأبرون النخلا فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر وفي رواية أنس أنتم أعلموا بأمر دنياكم وفي حديث آخر إنما ظننت ظن فلا تؤاخذوني بالظن وفي حديث ابن عباس في قصة الخرص فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر مثلكم فما حدثتكم بي عن الله فهو حق وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسي في أمور الدنيا وظنه من أحوالها لا ما قاله من قبل نفسي واجتهاده في شرع شرعه أو سنة سنها وكما حكى ابن إسحاق أنه ابن إسحاق أنه عليه السلام لما نزل بأدنى مياه بر قال له الحباب بن المنذر أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال فإنه ليس بمنزل إنهض حتى نأثي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلوب فنشرب ولا يشربون فقال أشرت بالرأي وفعل ما قاله وقال له الله عز وجل وشاورهم في الأمر وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث ثمر المدينة فاستشار الأنصار فلما أخبروا برأيهم رجع عنه فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز علي فيها ما ذكرناه إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة وإنما هي أمور ثيادية يعرفها من جربها وجعلها أهمه وشغل بها نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية ملآن الجوانح بالعلوم الشرعية مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور ويجوز في النادر وفيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة وقد تواتر بالنقل عنه عليه السلام من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر مما قد نبهنا عليه في باب معجزات عليه السلام من هذا الكتاب فصل فيما يعتقد في أمور أحكام البشر الجارية على يديه صلى الله عليه وسلم وخضاياهم وأما ما يعتقد في أمور أحكام البشر الجارية على يديه وخضاياهم ومعرفة المحق من المبطل وعلم المصلح من المفسد فبهذه السبيل لقوله عليه السلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار حدثنا الفقي أبو الوليد رحمه الله حدثنا الحسين بن محمد الحافظ حدثنا أبو عمر حدثنا أبو محمد حدثنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث وفي رواية الزهري عن عروة قال فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صارق فأقضي له وتجري أحكام عليه السلام على الظاهر يموج بغلبات الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشبه ومعرفة العفاص والوكاء مع مقتضى حكمة الله في ذلك فإنه تعالى لو شاء لأطلعوا على سائر عباده ومخبآت ضمائر أمته فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون حاجة لا اعتراف اعتراف أو بيّنة أو يمين أو شبهة ولكن لما أمر الله أمته باتباعي والاقتداء به في أحوالي وأفعالي وأقواله وقضاياه وسيره وكان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويئثره الله به لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك ولا قامت حجة بقضية من قضاياه لأحد في شريعته لأن لا نعلم ما أطلع عليه هو في تلك القضية لحكمه هو إذن في ذلك بالمكنون من إعلام الله له بما أطلعوا عليه من سرائرهم وهذا ما لا تعلمه الأمة فأجر الله تعالى أحكامه على ظواهرهم التي يستوي فيها هو وغيره من البشر ليتم اقتداء أمته به في تعيين قضاياه وتنزيل أحكامه ويأتون ما أتوا من ذلك على علم ويقين من سنته إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول وأرفعوا لاحتمال اللفظ وتأويل المتأول وكان حكمه على الظاهر أجلى في البيان وأوضح في وجوه الأحكام وأكثر فائدة لمجبات التشاجر والخصام وليقتلي بذلك كله حكام أمته ويستوثق بما يؤثر عنه وينضبط قانون شريعته وطي ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فيعلمه منه بما شاء ويستأثر بما شاء ولا يخدح هذا في نبوته ولا يصم عروة من عسمته فصل في أقواله صلى الله عليه وسلم الدنيوية من إخبار عن أحواله وأحوال غيره وما فعله أو يفعله وأما أقوال الدنيوية من إخبار عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله وقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال وعلى أي وجه كان من عمد أو سهو أو صحة أو مرض أو رضا أو غضب وأنه معصوم منه صلى الله عليه وآله وسلم هذا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب فأما المعارض المهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز نرودها منه في الأمور الدنيوية لا سيما لقصر المصلحة كتورية عن وجه مغازيه لألا يأخذ العدو حذرة وكمرية من ممازحتي ودعابتي لبسط أمته وتطيب قلوب المؤمنين من صحابته وتأكيدا في تحبيبهم وصحبتهم ومسرة نفوسهم كقولي عليه السلام لا أحملنك على ابن الناقة وقولي للمرأة التي سألت عن زوجها أهو الذي بعيني بياض وهذا كل صدق لأن كل جمل ابن الناقة وكل إنسان بعينه بياض وقد قال عليه السلام إني لأمزح ولا أقول إلا حقا هذا كله فيما بابه الخبر فأما ما بابه غير الخبر فيما صورته صورة الأمر والنهي في الأمور الدنيوية فلا يصح منه أيضا ولا يجوز عليه أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء وهو يبطن خلافه وقد قال عليه السلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين فكيف أن تكون له خيانة قلبه فإن قلت فما معنى إذن قولوا تعالى في قصة زيد وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فعلم أكرمك الله ولا تسترب في تنزيه النبي عليه السلام عن هذا الظاهر وأن يأمر زيدا بإمساكها ويحب تطليقه إياها كما ذكر عن جماعة من المفسرين وأصح ما في هذا القول ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه فلما شكاه إليه زيد قال له أمسك عليك زوجك واتق الله وأخفى في نفسه ما علمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها وروا نحوه عمر بن فائد عن الزهري قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش فذلك الذي أخفى في نفسه ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا وكان أمر الله مفعولا أي لا بد لك أن تتزوجها ويوضح هذا أن الله لم يبدي من أمره معها غير زواجه إياها فدل أنه الذي أخفاه عليه السلام مما كان أعلمه الله تعالى به وقوله تعالى في آخر هذه القصة في بقية الآيات ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا فدل على أنه لم يكن عليه حرج في الأمر قال الطبري ما كان الله ليؤثم نبيه عليه السلام فيما أحل له مثال فعله لمن قبله من الرسل قال الله تعالى سنة الله في الذين أخلوا من قبله أي من النبيين فيما أحل لهم ولو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعجبته ومحبته طلاق زيد لها لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مده عينيه لما نهي عنه من زهرة الحياة الدنيا ولكان هذا نفس الحسد المذمومي الذي لا يرضاه ولا يتسم به الأتقياء فكيف سيد المرسلين قال القشيري وهذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبفضله وكيف يقال رآها فأعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها منذ ولدت ولا كان النساء يحتجبن منه عليه السلام قبل النبوة وبعدها هذا هو زوجها لزيد وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته كما قال الله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم إلى آخر الآية وقال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ونحوه لابن فورك وقال أبو الليث السمرقندي فإن قيل فما الفائدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بإمساكها فهو أن الله تعالى أعلم نبيه وأنها زوجته فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها إذ لم تكن بينهما ألفة وأخفى في نفسه صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله به فلما طلق زيد خشي النبي صلى الله عليه وسلم قول الناس يتزوج امرأة ابنه فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته كما قال تعالى لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرى وقد قيل كان أمن لزيد بإمساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها وهذا القول إذا جوزنا عليه عليه السلام أنه رآها فجأة واستحسنها فمثل هذا لا نكرت فيه لما طبي عليه ابن آدم من استحسانه الحسن ونظرة الفجاءة معفوا عنها ثم قمع نفسه عنها وأمر زيدا بإمساكها وإنما تنكر تلك الزيادات التي في القصة والتعويل والأولى ما ذكرناه عن علي بن الحسين وحكاه السمر خندي وهو قول بن عطاء وصحهه واستحبه القاضي القشيري وعليه عول أبو بكر ابن فورك وقال إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منزه عن استعمال النفاق في ذلك وإظهار خلاف ما في نفسه وقد نزهه الله عن ذلك بقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وقال ومن ظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ قال وليس معنى الخشة هنا الخوف وإنما معناه الاستحياء أن يستحي منهم أن يقولوا تزوج زوجة ابنه وأن خشة عليه السلام من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقولهم تزوج محمد زوجة ابنه بعد نهي عن نكاح حلائل الأبناء كما كان فاعتبه الله عز وجل على هذا ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له كما أعتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله لما تحرم ما أحل الله لا كتبت لمرضات أزواجك والله غفور الرحيم وكذلك قول له ها هنا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وقد روي عن الحسن البصري وعائشة لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما نزل عليه كتم هذه الآية لما في من عتبه وإبداء ما أخفاه فصل في شرح حديث الوصية في مرضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن قلت قد تقررت عصمة عليه السلام في جميع أخواله وأحواله وأنه لا يصح منها فيها خلف ولا اضطراب في عمد ولا سهو ولا صحة ولا مرض ولا جد ولا مزح ولا رضا ولا غضب ولكن ما معنى الحديث في وصية عليه السلام الذي حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله قال حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا أبو ذر حدثنا أبو محمد وأبو الهيثم وأبو إسحاق قالوا حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاقي بن همام حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده وقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع إلى آخر الحديث وفي رواية ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا فتنازعوا فقالوا ما له أهجر استفهموه فقال دعوني فإن الذي أنا فيه خير وفي بعض طرقه إن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر وفي رواية هجر ويروى أهجر ويروى أهجرا وفيه فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اشتد به الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا وكثر اللغة وقال قوموا عني وفي رواية واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا له يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا ومنهم من يقول ما قال عمر قال إمتنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير معصوم من الأمراض وما يكون من عوارضها من شدة وجع وغشي ونحوي مما يطرأ على جسمه معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدي لفساد في شريعة من هذيان أو اختلال في كلام وعلى هذا لا يصح ظاهر الرواية من روا في الحديث هجر إذ معناه هذا يقال هجر هجرا إذا هذا وأهجر هجرا إذا أفحش وأهجر تعادية هجر وإنما الأصح والأولى أهجر على طريق الإنكار على من قال لا يكتب وهكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري من رواية جميع الرواة في حديث الزهري المتقدم وفي حديث محمد بن سلام عن ابن عني عيينة وكذا ضبطه الأصيلي بخطه في كتابه وغيره من هذه الطرق وكذا رويناه عن مسلم في حديث سفيان وعن غيره وقد تحمل عليه رواية من رواه هجر على حطف ألف الاستفهام والتقرير أهجر وأن يحمل قول القائل هجر أو أهجر دهشة من قائل ذلك وحيرة لعظيم ما شاهد من حال الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة وجعه وهول المقام الذي اختلف فيه عليه والأمر الذي هم بالكتاب فيه حتى لم يضبط هذا القائل لفظه وأجر الهجر مجرى شدة الوجع لا أنه اعتقد أنه يجوز عليه الهجر كما حمله الإشفاق على حراسته والله تعالى يقول والله يعصمك من الناس ونحو هذا وأما على رواية أهجرا وهي رواية أبي إسحاق المستملي في الصحيح في حديث ابن جبير عن ابن عباس من رواية قتيبة فقد يكون هذا راجعا إلى المختلفين عنده صلى الله عليه وسلم ومخاطبة لهم من بعضهم لبعض أي جئتم باختلافكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه هجرا ومنكر من القول والهجر بضم الفحش في المنطق فقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا وكيف اختلف الصحابة بعد أمره لهم عليه السلام أن يأتوا بالكتاب فقال بعضهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم إيجابها من ندبها من إباحتها بقرائنا فلعله قد ظار من قرائن قولي عليه السلام لبعضهم ما فهموا أنه لم يكن منه عزمة بل أمر أمر رده إلى اختبارهم أو اختيارهم عند موتي وبعضهم لم يفهم ذلك فقال استفهموه فلما اختلفوا كف عنه إذ لم يكن عزمة ولما رأوه من صواب رأي عمر ثم أولئي قالوا ويكون امتنع عمر إما إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم من تكليفه في تلك الحال إملاء الكتاب وأن لا تدخل عليه مشقة من ذلك كما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع وقيل خشي عمر أن يكتب أمورا يعجزون عنها فيحصلون في الحرج بالمخالفة ورأى أن الأرفق بالأمة في تلك الأمور ساعة الاجتهاد وحكم النظر وطلب الصواب فيكون المصيب والمخطئ مأجورا وقد علم عمر تقرر الشرع وتأسيس الملة وأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وقول عليه السلام أوصيكم بكتاب الله وعترتي وقول عمر حسبنا كتاب الله رج على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل إن عمر خشي تطرق المنافقين ومن في قلوبهم مرض لما كتب في ذلك الكتابة في الخلوة وأن يتقولوا في ذلك الأقاويل كالدعاء الرافضة الوصية لعلي وغير ذلك وغير ذلك وقيل إنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على طريق المشورة والاختبار هل يتفقون على ذلك أم يختلفون فلما اختلفوا تركه وقالت طائفة أخرى إن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجيبا في هذا الكتاب لما طلب منه لا أنه ابتدأ بالأمر به بل اقتضاه منه بعض أصحابه فأجاب رغبتهم وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناها واستدل في مثل هذه القضية بقول العباس لعلي ابن أبي طالب انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان الأمر فينا علمناه وكراهة علي هذا وقوله والله لا أفعل إلى آخر الحديث واستدل بقوله دعوني فإن الذي أنا فيه خير أي الذي أنا فيه خير من إرسال الأمر وترككم وكتاب الله وأنت دعوني مما طلبتم وذكر أن الذي طلب كتابه أمر الخلافة بعده وتعين ذلك فصل في شرح حديث أيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعل كفارة وأحاديث أخرى فإن قيل فما وجه حديثي أيضا الذي حدث نبي الفقي أبو محمد الخشني بقراءة عليه حدثنا أبو علي الطبري حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا إبراهيم بن سفيانة حدثنا مسلم بن الحجاجي حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أباه رأيته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعل له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة وفي رواية فأيما أحد دعوت عليه دعوة وفي رواية ليس لها بأهل وفي رواية فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعل له زكاة وصلاة ورحمة وكيف يصح أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستحق اللعنة ويسب ما لا يستحق السب ويجلد ما لا يستحق الجلد أو يفعل مثل ذلك عند الغضب وهو معصوم من هذا كله فألم شرح الله صدرك أن قوله صلى الله عليه وسلم أولا ليس لا بأهل أي عندك يا رب في باطن أمره فإن حكمه عليه السلام على الظاهر كما قال وللحكمة التي ذكرناها فحكم عليه السلام بجلده أو أدبه بسبه أو لعنه بما اقتضاه عنده حال ظاهره ثم دع عليه الصلاة والسلام لشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمتي لهم ورأفتي عليهم التي وصفه الله بها وحذري أن يتقبل الله في من دع عليه دعوته أن يجعل دعاءه ولعنه وسبه له رحمة فهو معنى قوله ليس لها بأهل لا أنه عليه السلام يحمل الغضب ويستفزه الضجر لأن يفعل مثل هذا بمن لا يستحق من مسلم وهذا معنى صحيح ولا يفهم من قوله أغضب كما يغضب البشر أن الغضب حمله على ما لا يجب فعله بل يجوز أن يكون المراد بهذا أن الغضب لله حمله على معاقبة بلعنه أو سبه وأنه مما كان يحتمل ويجوز عفوه عنه أو كان مما خير بين المعاقبة فيه أو العفو عنه وقد يحتمل أنه خرج منه ذلك بمخرج الإشفاقي وتعليم أمة الخوف والحذرة من تعدي حدود الله تعالى وقد يحمل ما ورد من دعائه هذا ومن دعواتي على غير وحد في غير موطن على غير العقد والقصد بما جرت به عادة العرب وليس المراد بها الإجابة كقولي عليه السلام تريبت يمينك وكقوله لا أشبع الله بطنك وعقر حلقة وغيرها من دعواتي عليه السلام وقد ورد في صفتي في غير حديث أنه عليه السلام لم يكن فحاشا وقال أنس لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تريب جبينه فيكون حمل الحديث على هذا المعنى ثم أشفق عليه السلام من موافقة أمثاله إجابة فعاهد ربه كما قال في الحديث أن يجعل ذلك للمقول له زكاة ورحمة وقربه وقد يكون ذلك إشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا له لألا يلحقه من استشعار الخوف والحذر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل دعائه ما يحمل على اليأس والقنوط من رحمة الله وقد يكون ذلك سؤال منه لرب عز وجل لمن جلده أو سبه على حق وبوجه صحيح أن يجعل ذلك له كفارة لما أصابه وتمحية لما اجترم وأن يكون ذلك عقوبته له في الدنيا سبب العفو والغفران كما جاء في الحديث الآخر ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له فإن قلت فما معنى حديث الزبير وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين تخاصمه مع الأنصاري في شراج الحرة اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الكعبين فقاله الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر إلى آخر الحديث فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يقع بنفس مسلم منه في هذه القصة أمر يريب ولكنه صلى الله عليه وسلم ندب الزبير أول إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح فلما لم يرضى بذلك الآخر ولج وقال ما لا يجب استوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبا حكم عليه بالحكم البيني وذكر في آخر الحديث فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذه للزبير حقه وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلا في قضيته وفي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله في حال غضبه ورضاه وأنه وإنها أن يقضي القاضي وغضبان فإنه في حكمه في حال الغضب والرضى سواء لكون فيهما معصومة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما كان لله تعالى لا لنفسه كما جاء في الحديث الصحيح وكذلك الحديث في إقادة عكاشة من نفسه لم يكن لتعد حمله الغضب عليه بل وقع في الحديث نفسه أن عكاشة قال له وضربتني بالقضيب فلا أدري أعمدا أم أردت ضرب الناختي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعيدك بالله يا عكاشة أن يتعمدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك في الحديث الآخر مع العربي حين طلب عليه السلام الاقتصاص منه وقال العربي قد عفوت عنك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربه بالصوت لتعلق بزمام ناقته مرة بعد مرة والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه ويقول له تدرك حاجتك وهو يأبى فضربه عليه السلام بعد أن نهاه ثلاث مرات وهذا منه عليه السلام لمن لم يقف عند نهي صواب وموضع أدب لكنه عليه السلام أشفق إذ كان حق نفسي من الأمر حتى عفى عنه وأما حديث سوال بن عمر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال عليه الصلاة والسلام ورس ورس حطه حطه وغشيني بقضيب كان في يده في بطني فأوجعني قلت القصاص يا رسول الله فكشف لي عن بطني صلى الله عليه وسلم فأبيت القصاص فإنما كان ضربه عليه السلام لمنكر رآه به ولعله لم يرد بضربه بالقضيب إلا تنبيهه فلما كان منه إيجاع لم يقصد طلب التحلل منه على ما قدمناه فصل في أن عامة أفعاله صلى الله عليه وسلم سدار وصواب والرد على بعض الشبه وأما أفعال عليه السلام الدنيوية فحكم فيها من توقي المعاصي والمكرهات ما قد قدمناه ومن جواز السهوة الغلط في بعضها ما ذكرناه وكل غير قادح في نبوته عليه السلام بلى إن هذا فيه على الندور إذ عامة أفعاله على السداد والصواب بل أكثر أو كلها جارية مجرى العبادات والقرب على ما بينا إذ كان عليه السلام لا يأخذ منه لنفسه إلا ضرورته وما يقيم به رمق جسمه وفيه مصلحة ذاته التي بها يعبد ربه ويقيم شريعته ويسوس أمته وما كان فيها بينه وبين الناس من ذلك فبين معروف يصنعه أو بر يوسعه أو كلام حسن يقوله أو يسمعه أو تألف شارد أو قهر معاند أو مدارات حاسد وكل هذا لاحق بصالح أعماله عليه السلام منتظم في زاك وظائف عباداته وقد كان يخالف في أفعال الدنيوية بحسب اختلاف الأحوال ويعد للأمور أشباهها فيركب في تصرفه لما قروى الحمارة وفي أسفاره البعيدة الراحلة ويركب البغلة في معارك الحرب دليلا على الثبات ويركب الخيلة ويعد اليوم الفزع وإجابة الصارخ وكذلك في لباس وسائر أحواله بحسب اعتبار مصالحه ومصالح أمته وكذلك أفعل الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمته وسياسة وكراية لخلافها وإن كان قد يرى غيره خيرا منه كما يترك الفعل أبدا وقد يرى فعله خيرا منه وقد يفعل هذا في الأمور الدينية مما له الخيارة في أحد وجهيه كخروج من المدينة لأحد وكان مذهب التحصن بها وتركه قد المنافقين وهو على يقين من أمرهم مؤلفة لغيرهم ورعاية للمؤمنين من قرابتهم وكراهة لأن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه كما جاء في الحديث وتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لقلوب قريش وتعظيمهم لتغييرها وحذرا من نفار قلوبهم لذلك وتحريك متقدم عداوتهم للدين وأهله وقال لعيشة في الحديث الصحيح لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم ويفعل الفعل ثم يتركه لكون غيره خيرا منه كانتقاله من أدنى مياه بدر إلى أقربها للعدو من قريش وقوله لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهديا ويبسط وجه للعدو الكافري رجاء استئلافه ويصبر للجاهل ويقول إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره ويبدو له الرغائب ليحبب إليه شريعته ودين ربه ويتولى في منزله ما يتولى الخادم من مهنته ويتسمت في ملئه حتى لا يبدو منه شيء من أطرافه وحتى كأن على رؤوس جلسائه الطير ويتحدث مع جلسائه بحديث أولهم ويتعجب مما يتعجبون منه ويضحك مما يضحكون منه وقد وسع الناس بشره وعدله لا يستفز الغضب ولا يقصر عن الحق ولا يبطن على جلسائه يقول ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين فإن قلت فما معنى قولي لعائشة رضي الله عنه في الداخل عليه بئس بن العشيرة فلما دخل عليه ألان له القولة وضحك معه فلما سألته عن ذلك قال إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره وكيف جاز أن يظهر له خلاف ما يبطن ويقول في ظهري ما قال فالجواب عن ذلك أن فعله عليه السلام كان استئلافا لمثله وتطيبا لنفسه ليتمكن إيمانه ويدخل في الإسلام بسبب أتباعه ويراه مثله فينجذب بذلك إلى الإسلام ومثل هذا على هذا الوجه قد خرج من حد مدارات الدنيا إلى السياسة الدينية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستألف بأموال الله العريضة فكيف بالكلمة اللينة وعن صفوانا لقد أعطاني وأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق إلي وقوله فيه بئس بن العشيرة هو غير غيبة بل وتعريف ما أعلمه منه لمن لم يعلم يحذر حاله ويحترز منه ولا يثق بجانبه كل الثقة ولا سيما وكان مطاعا متبوعا في قومه ومثل هذا إذا كان لضرورة ودفع مضرة لم يكن بغيبة بل كان جائزا بل واجبا في بعض الأحيان كعارة المحدثين في تجريح الرواه والمزكين في الشهود فإن قيل فما معنى المعضل الوارد في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه عائشته وقد أخبرتوا أن موالي بريرة أبوا بيعها إلا أن يكون لهم الولاء فقال لها عليه السلام اشتريها واشتريطي لهم الولاء ففعلت ثم قام خطيبا وقال ما بال أقوام اشتريطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والنبي صلى الله عليه وآله 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 وسلم قد أمرها بالشرط لهم وعليه باعوا ولولا هو الله أعلم لما باعوها من عائشة كما لم يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليها ثم أبطلوا عليه السلام وقد حرم الغش والخديعة فأعلم أكرمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك مما يقع في بال الجاهل من هذا ولتنزيه النبي عليه السلام عن ذلك ما قد أنكر قوم هذه الزيادة في الرواية قوله اشترطي لهم الولاء إذ ليست في أكثر طرق الحديث ومع ثباتها فالاعتراض بها إذ يقع لهم بمعنى عليهم قال الله تعالى أولئك لهم اللعنة أي عليهم وقال وإن أسأتم فلها أي فعليها فعلى هذا يكون معناه اشترطي عليهم الولاء لك ويكون قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه لما سلف لهم من شرط الولاء لأنفسهم قبل ذلك وجه ثاني أن قوله عليه السلام اشترطي لهم الولاء ليس على معنى الأمر لكن على معنى التسوية الإعلامي بأن شرطه لهم لا ينفعهم بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبل أن الولاء لمن أعتقى فكأنه قال اشترطي أو لا تشترطي فإنه شرط غير نافع وإلى هذا ذاب الداودي وغيره وتوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتقريعهم على ذلك يدل على علمهم به قبل هذا الوجه الثالث أن معنى قوله اشترطي لهم الولاء أي أظهري لهم حكمه وبيني عندهم سنته أن الولاء إنما هو لمن أعتقى ثم بعد هذا قام هو صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك ومبخا على مخالفة ما تقدم منه فيه فإن قيل فما معنى فعل يوسف عليه السلام بأخيه إذ جعل السقاية في رحله وأخذه باسم سرقتها وما جرى على إخوتي في ذلك وقوله تعالى إنكم لسارقون ولم يسرقوا فأعلم أكرمك الله أن الآية تدل على أن فعل يوسف كان عن أمر الله تعالى لقوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فإذا كان كذلك فالاعتراض به كان فيه ما فيه وأيضا فإن يوسف كان أعلم أخاه بي إني أنا أخوك فلا تبتأس الآية فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته وعلى يقين من عقب الخير له به وإزاحة السوء عنه والمضرة بذلك وأما قوله أن يتوى العير إنكم لسارقون فليس من كلام يوسف ولا من قوله فيلزم عليه جواب لحل شباهه ولعل قائله إن حسن له التأويل كائنا من كان ظن على صورة الحال ذلك وقد قيل قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف وبيعهم له وقيل غير هذا وقيل غير هذا ولا يلزم أن يقول الأنبياء ما لم يأتي أنهم قالوه حتى يطلب الخلاص منه ولا يلزم الاعتذار عن زلات غيرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر